بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية رقم 22 لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق 28 آيار 2024 وفي مستهل الجلسة أشار سيادته إلى نجاح تفويج حجاج بيت الله الحرام مؤكداً إن أكثر من نصف العدد تم تفويجه بأمان وسلام لأداء المناسك وأن هذا المشهد بتوافد حجاجنا إلى الديار المقدسة هو محط اعتزاز للحكومة كما جرى دعم كلفة الحج لهذا العام بمقدار 39 مليار دينار من موازنة هيئة الحج والعمرة وهذا شكل واضح من أشكال دعم الدولة ومؤسساتها للمواطنين كما بيّن سيادته إن هيئة الحج نجحت في تأمين أوضل الفنادق وأقربها إلى أماكن أداء مناسك الحج سائلًا المولى أن يتم صالح الأعمال إلى حين عودت حجاجنا الكرام بأمانٍ إلى أهلهم ونظرًا للظروف القاهرة التي يمر بها الأشقاء في جمهورية السودان قرر مجلس الوزراء أن تتكفل وزارة الخارجية بإرسال مساعداتٍ على شكل أدويةٍ إلى جمهورية السودان الشقيق الموافقة على ما يأتي أولًا زيادة رئيس مال شركة نفط ذيقار ليصبح واحد تريليون وتسعمية وتسعة وستين مليار وتلاثمية وواحد وستين مليون وستمية وعشر ألف وميتين وعشر دينار استنادًا إلى قانون الشركات العام رقم اثنين وعشرين لسنة ألف وتسعمية وسبعة وتسعين المعدل ثانياً أخذ وزارة النفط الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في الفقر واحد المذكور آنفاً الموافقة على ما يأتي أولًا إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم أربعة وعشرين ألف ومية وتسعة وثلاثين بشأن الموافقة على تعديل أسعار منتج النفط الأبيض الكيروسين كالآتي واحد تحديد تسعيرة المادة الأولية لمنتوج الكيروسين المستخدمة لتشغيل مشروعات البترو كيميائيات الاستثمارية باعتماد سعر النشر العالمية خمسين بالمية عملاً بقرار المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم ثلاثة وعشرين ألف ومية وستة وعشرين اثنياً تكون تسعيرة منتوج الكيروسين المخصص لمعمل المنتجات الأسفلتية في نينوة التابع للشركة العامة للصناعات التعدينية الحكومية بسعر أربعمائة دينار للتر مساواتاً بمعامل الصفة البيضاء والأصباغ ثانياً اقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد رقم أربع وعشرين ألف ومية وخمسة واربعين بشأن الموافقة على تعديل سعر منتوج النفط الأسود المجحز لمعمل اسمنت النورة كالآتي يكون سعر منتج النفط الأسود المجحز لمعمل اسمنت النورة في محافظة كربلاء المقدسة التابع للشركة العامة للإسمنت العراقية أحد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن ليصبح مئة ألف دينار للطن بدلاً من مئة وخمسين ألف دينار للطن الموافقة على تعاقد المصرف العقاري التابع إلى وزارة المالية مع الشركات الأجنبية الخارجية المجحزة للنظام المصرفي ما دام المصرف محلياً والجهة خارجيةً وغير محضورةٍ من التعامل بالدولار الأمريكي استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم 23 ألف وخمسمية وخمسة وأربعين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين إقرار محضر الاجتماع المتعلق بموضوع رواتب العاملين في الشركة الأمنية المكلفة بتوفير الأمن والحماية لمطار بغداد الدولي شركة بيزنس أنتل وتصويب الوضع القانوني لها الموافقة على ما يأتي إقرار التوصي رقم ثلاثة المبينة في محضر لجنة الأمر الديواني أربع وعشرين ألف ومية وثلاثين بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء رقم مية وخمسة وثمانين لسنة ألفين وواحد وعشرين واستثناء جزء من قطعة الأرض المرقمة إحدعش على ألفين وسبعة وتسعين مقاطعة ثمنتعش عامرية العائدة ملكيتها إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة بغداد البالغ مساحتها مية واثنين وعشرين دونمن الواقع بين العقارين المرقمين إحدعش إلى سبعة وتلتعش مقاطعة ثمنتعش عامرية العائدة ملكيتها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار من قرار مجلس الوزراء رقم مية وخمسة وثمانين لسنة ألفين وواحد وعشرين ونقل ملكيتها إلى الهيئة الوطنية للاستثمار وتعويض الجامعة المذكورة آنفاً بنفس المساحة تعديل الفقر الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم أربعة وعشرين ألف وثلاثمية وخمسة وخمسين لسنة ألفين واربعة وعشرين لتصبح إحالة المتبقي والفائض عن طاقة شركة النهرين بإسلوب المناقصة العامة إلى مطابع القطاعين العام والخاص بنسبة خمسين بالمية لكل منهما على أن يسمح بإعطاء جدول أو جدولين بقيمة لا تتجاوز أربع مليار دينار للشركة الواحدة بحسب العرض السعري أو الطاقة الإنتاجية الموافقة على الخطة الزراعية الصيفية المقرة للموسم ألفين وثلاثة وعشرين وألفين واربعة وعشرين المتضمنة توفير المياه للمحاصيل حسب التعليمات مع استمرار وزارة الموارد المائية بإجراءاتها الخاصة بمعالجة التجاوزات على مياه الأنهر وتأمين مغذيات الأهوار لتقليل آثار الشحة المائية على سكان الأهوار الموافقة على ما ورد عن وزارة النقل في ستة وعشرين آيار ألفين واربعة وعشرين بشأن كلفة مشروع خط سكة حديد بصرة شلامشة وإحالة المشروع على إحدى الشركات الإسبانية إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة المرقم أربعة وعشرين ألف وواحد وأربعين لسنة ألفين واربعة وعشرين بشأن الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم ثلاثة وعشرين ألف وثلاثمية وثلاثة لسنة ألفين وثلاثة وعشرين ليصبح بحسب الآتي شمول مشروع الطاقة الشمسية الموقع بين وزارة الكهرباء وشركة Total Energies الفرنسية بإسلوب Take or Pay لشراء الطاقة المتاحة كاملة من المحطة بحسب صيغة التعاقد المتفق عليها إقرار ما يأتي واحد تتحمل وزارة الكهرباء مبلغ الضرائب والرسوم عن مشروع الربط الكهربائي بين جمهورية العراق وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويثبت ذلك في العقد الموقع بين الطرفين اثنين يجري لاحقاً النظر بإطفاء وشطب المبلغ بذمة وزارة الكهرباء عن دفعها الضرائب والرسوم المذكورة في الفقرة واحد آنفاً على وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ستة لسنة ألفين وتسعة عشر المعدل الموافقة على ما يأتيه واحد اقرار توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناع والمعادن دائرة التطوير والتنظيم الصناعي استناداً إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية رقمه دعش لسنة ألفين وعشر المعدل بحسب الآتي فرض رسم قمرقي أضافي بنسبة 50% من وحدة قياس منتج الأكياس الورقية لتعبئة الإسمنت المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة ذي البند القمرقي 48 مليون و193 ألف لمدة أربع سنوات بدون تخفيض ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم القمرقية الإضافية اثنين قيام وزارة المالية الهيئة العامة للقمارق بتطبيق الرسم القمرق الإضافي للمنتج المذكور آنفاً وإشعارها وزارة الصناع والمعادن دائرة التطوير والتنظيم الصناعي إشعاراً دورياً عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً وقيمة الرسوم القمرقية الإضافية التي تجبى على المستورد من المنتج الأجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له ثلاثة مراعاة وزارة الصناع والمعادن ما يأتي أليف مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنة بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة باء بيان قدرة الشركة الشاكي على سد حاجة السوق بما يضمن عدم تضخم الأسعار جيم تحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني أربعة تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض حماية قمرقية إضافية على المنتج المستورد خمسة ينفذ هذا القرار بعد مية وعشرين يوماً من تأريق إصداره الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة في 14 آيار 2024 والخاص برفع التعارضات والتجاوزات التي تقع على مشروع الطريق الرابط بين طريق سريع محمد القاسم وطريق كركوك بغداد مروراً بحي البساتين والسريدات مع الأخذ بعين الاهتمام رأي اللجنة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء على أن تستكمل اللجنة المشكلة بخصوص الموضوع آنفاً إجراءاتها خلال 14 يوماً وفيما يتعلق بالمشاريع المتلكئة أقر مجلس الوزراء التالي زيادة الكلفة الكلية لمشروع تأهيل مبنى كربلاء في مطار بغداد الدولي وتعديل المشروع ليكون تأهيل مطار بغداد الدولي وتعديل جهة تنفيذ المشروع لتصبح وزارة النقل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية بدلاً من سلطة الطيران المدني تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 23689 لسنة 2023 وإدراج مكونات إضافية في المشروع بعدد سبع مكونات منها تخطيط المدرج واستبدال منظومة توقف الطائرات واستبدال تراكيب PAPI وتأهيل محطتي مياه الأمطار ومياه الشرب وخط المياه الثقيلة والمحطة الجنوبية وتجهيز تشلر هوائي الموافقة على زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع مجاري الديوانية المرحلة الثانية الموافقة على زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع مستشفى طوارئ في رانيا السليمانية شكراً شكراً شكراً